حققت مبادرة سند الخير منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع السبعين مبيعات بلغت حوالي ثلاثمائة وتسعمائة أو تسعة وأربعين مليونا وخمسمائة مليون جنيه وإضافة إلى أنها طافت ثمانية عشر محافظة بعدد مائة سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغزائية بتخفضات تصل إلى خمسة وعشرين في المائة وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الغزائية بأسعار منخفضة ومناسبة للمواطنين خاصة بالكرة الأكثر احتياجا والمناطق الشعبية لمواجهة الأسعار